اشتركوا في القناة السكر زي ما انتم عارفين انه هو مرض مزمن بيستمر مع الانسان لفترات طويلة ومن اشهر حاجات بتميز السكر انه هو بيبقى ناتج من ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترات طويلة خالص وجود سكر مرتفع في الدم لفترات طويلة ده ساعات بيأذي جدار الاوعية الدموية فبيبدأ يحصل لي حاجة كبيرة جدا احنا بنسميها تصلب الشرائين تصلب الشرائين بالنسبة لمرضى السكر طبعا بيأدي لمضاعفات كبيرة جدا على القلب يبدأ اول عرض عندي بيظهر اللي هو ارتفاع ضغط الدم والمعظم حضراتكم بتلاحظوا ان مرضى السكر بيبقوا برضو بيعانوا بارتفاع ضغط الدم لدرجة ان احنا مسميينهم الصديقان اللي هما ما بيفترقوش ابدا تاني حاجة ممكن يأثر عليها ممكن يأثر على الدورة الدموية للقلب او بنسميها الشرائين التاجية وده ممكن يسبب لي كسور في الشرائين التاجية يبدأ الانسان يتعرض لي زبحات صدرية متكررة ممكن يتعرض لي جلطات في القلب وممكن تكون النهاية فشل في وظائف القلب وطبعا دي من الحاجات اللي بتبقى صعبة جدا سواء كان في علاجها او في اعراضها على المريض فبتبقى من الحاجات اللي احنا ما منحبهاش انها تحصل ايه حاجات تانية ممكن تأثر الاوعية الدموية اه ممكن برضو يتأثر الاوعية الدموية بتاعات المخ وبالتالي يحصل قسور في الدورة الدموية للمخ طب المريض ممكن يشتكب ايه ممكن الاول نلاقي عارض بسيطة جدا فقدان مثلا متكرر في الزكرة يبدأ مش فاكر ايه الحاجات بالزبط مفيش تركيز كويس عند اداء اي مهمة ولقدر الله في الظروف الصعبة ده ممكن يأدي الجلطات في المخ وطبعا احنا بنلاقي معظم مرضى السكر ممكن تحصل لهم جلطات متكررة في المخ ناتج من مشاكل الاوعية الدموية ايه تاني ممكن ممكن يأثر على الاوعية الدموية اللي هي بتغذي شرايين القدم وطبعا القدم السكري واحد من المضاعفات الكبيرة جدا للسكر اللي احنا دايما بيبقى الناس خايفة من حدوث البتر لانه بالنسبة لهم بيمثل مشكلة كبيرة جدا وبالتالي تأثيره على الدورة الدموية الترافية ممكن يؤدي الى الام اثناء الماشي ممكن بعد كده يؤدي الى حدوث تغير اللوني في القدم وممكن يؤدي الى غرغرينة لقدر الله وحدوث باتر طيب احنا اذا عرفنا قد ايه ان السكر ليه مشاكل كبيرة على القلب والاوعية الدموية